اشهدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بالتوجيه الملكي السامي بصرف مبلغ شهر اضافي من الدعم المالي للأسر محدودة الدخل على وتلغلاء وذلك لمواجهة اثار ارتفاع الاسعار العالمية واكدت رئيسة مجلس النواب ان توجيهات الملكية السامية لدعم ذوي الدخل المحدود تؤكد حرص جلالة الملك المعظم على رعاية ابنائه المواطنين وتخفيف التداعيات عليهم جراء الظروف التي يمر بها العالم من ارتفاع في الاسعار واشارت معاليها الى ان مجلس النواب وبالتعاون الفاعل والمثمر مع الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يمضيان معا للوصول الى الغايات المرجوة لخدمة الوطن والمواطنين مثمنا امر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهات المعنية وزارة التنمية الاجتماعية بمباشرة صرف المبالغ للمستحقين وإيداعها قبل اجازة عيد الاضحى المبارك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة